لم تلتبس الحقائق في أي جبهة قتال أوكرانية كما يحدث في باخموت ولا تضيع حقيقة الميدان هذه المرة وستتضار بالروايات بين الجانبين الروسي والأوكراني فحسب وإنما تصريحات أوكرانيا نفسها بشأن سقوط المدينة تبدو حملة أوجه أعتقد أن مدينة باخموت لم تسقط بشكل كامل ولكن علينا أن نفهم أنه لم يطبق شيء في المدينة لقد دمرت القوات الروسية المباني إنه أمر مؤسف بل إنها مأساة باخموت باتت في قلوبنا ولم يطبق شيء في هذا المكان بدى زلينيسكي وكأنه يلمح للهزيمة في ساحة نزال الأشرس والأطول في الحرب ثم سريعا خرج المتحدث باسمه ليؤكد أن الرئيس الأوكراني لم يقصد بأي شكل القول بأن المدينة سقطت وقبلها أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القتال مستمر في هذا المحور وأن قواتها تصد عمليات هجومية روسية في المقابل تصريحات النصر من الجانب الروسي تتوالى وقد هنأ الرئيس الروسي مجموعة فاغنر والقوات الروسية لسيطرتها على باخموت ووجه برفع أسماء المشاركين في العمليات وتقليدهم أو سمة الشرف الترتيبات الروسية بدأت لما بعد الخامس والعشرين من مايو الجاري الموعد الذي ضربته فاغنر لمغادرة المدينة تسليمها للجيش الروسي لقد سيطرنا بشكل كامل على مدينة باخموت من أول بيت إلى آخر بيت لم يكن في استطاعة أحد أن يوقفنا عن السيطرة على أي جزء بدءا من الخامس والعشرين من الشهر الجاري سنسلم المنطقة للجيش الروسي أم المعارك في أوكرانيا إذن أمام معطن جديد وإن صحت رواية موسكو بشأن حسم الصراع في باخموت لصالحها فإن ذلك يأخذ نحو تساؤلات بشأن الآتي أي طريق سيفتحه هذا الانتصار لروسيا في العمق الأوكراني وفي أي اتجاه سيتحرك رد كييف أسئلة المرحلة تكبر ولا ملامح للسطر الأخير في المعركة حتى الآن